ترجمة نانسي قنقر هذه فرصة أن نسلط الضوء على مثل ما تفضلتي سؤالك الكلمة السامية لسيدي جلالة الملك في اعتقادنا كمتابعين جاء خطاب سيدي جلالة الملك وكأنه يرسم المشهد للأمة العربية حيث وصف المشهد بأنه يمر العالم العربي بظروف معقدة كما أنه أشار حق جاء الوقت من المفترض على القادة العرب أنهم يرتفتون لحماية الهوية العربية وكذلك الأمن والسلامة وسلامة الأراضي حيث ذايننا بنتكلم من منطلق حقوقي لا يتحقق الأمن ولا السلام إلا من خلال تلبية هذه المطالب الأساسية والرئيسية حق المجتمعات أو حتى حق الشعب العربي إذن نحن نقول نقدر نختصر كالخطاب سيدي جلالة الملك في أنه وصف حال للعالم العربي بشفافية بحيث أن كل تلقا سواء كان من السادة وزراء الخارجية أو الملتابعين في وسائل الإعلام نعم أستاذ سلمان كيف ترى أهمية مخرجات القمة العربية في وضع الأسس لتقيب الرؤى والمواقف لتهيئة الأجوال تعزيز ولم الشمل العربي أحسنت مخرجات القمة العربية تمثلت في سلاسة القمة العربية التي سبقها اجتماع وزراء الخارجية وتوافقهم على جدول الأعمال من جانب من جانب ثاني كذلك حرص جلالة الملك أو القمة العربية في أن المنطلق حق مستقبل منشود لن يتحقق إلا بتوائم الرؤى وكذلك تحديد الأهداف من خلال الدول العربية وتجاوز العقبات ما يخفى على أحد هناك تحديات موجودة للدول العربية سواء كانت متمثلة في النزاعات البينية أو سواء كانت متمثلة في تباين الرؤى ولكن ما ميز هذه القمة هو الحضور والأسرار من المجتمع العربي سواء كانوا المتمثلين في القادة العرب وكذلك لا ننسى الزخم الدولي الذي كان موجود هو تمثل في الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الإسلامي وكذلك رئيس رابطة الدول الأفريقية حضور هذا الكم من الشخصيات الدولية عطى أهمية وعطى دفعة لمخرجات القمة العربية وفي اعتقادنا ما تبنى سيدي جلالة الملك سواء كان من الخطاب والدبلوماسية هو أسس حق أن نوصل حق خطوات متقدمة إذن أستاذ سلمان هل ترى بأن هذه القمة ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك؟ بل شك وهذا ما جاء في خطاب جلالة الملك اليوم في جزئية من خطاب جلالة الملك أوصى القادة بأننا لازم نقبل على مرحلة متقدمة وما ستتحقق هذه المرحلة ولا سنحقق هذه الأهداف إلا بمواجهة هذه التحديات إذا اليوم يكفينا فخر أننا نطالع الشعوب العربية تنظر إلى هذه القمة من حيث بل وراتها وكذلك من حيث تحدياتها ولا يفوتنا أن كان يتضمن الخطاب جلالة الملك بالقمة للتحديات الرئيسية وهي من ضمنها سواء كانت التحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية والغضية الفلسطينية كانت على رأس هذا الخطاب نعم السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك ، شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر